فالله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلاء لأك القمار ما زلنا مع سنن التلميذي المفروض أصلا البحث عن مسألة الطعام والشراب واللباس وغير ذلك الأطعمة واللباس والزينة كل ذلك نشرحه فلو سمحتم فأتا تبحث عنه ولا تضايقوني لو سمحتم رضا معك آية السامية الرقيقة كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء في الرخصة للأهل العذري في القعودي قال المصنف رحمه الله تعالى حدث النصر بن عائل الجهدامي حدث المعتمد من سليمان عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أأتوني بالكتف أو اللوح فكتب لا أستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر وعمر بن أم مكتوم خلف ظهري فقال هل لي من رخصة فنزلت غير أولي الضرر نعم قافل بن عباس ودفن زيد هذه لا أرخصة لأهل العذر في قوله ائتوني بالكتف أو اللوح فكتب يعني الذي كتب من أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب لأن النبي كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب النبي صلى الله عليه وسلم كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب فقال ائتوني يعني بمن يكتب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم زيداً فأتى بالكتف وفيه جواز كتابة القرآن في الألواح والأكتاف وغير وغير ذلك فكتب رضي الله عنك سمراء لما لم تكن معنا أمس رضي الله عنك حوضك رب فنزلت الآية لا يستول قاعدنا من أمين غير أولي الضرر قال له وأنا قال غير أولي الضرر آمين رضي الله عنك أبا بكر جزاك الله خير فكتب بأمره هل لي رخصة بحديث زيد عند البخاري فجاءه ابن أم المكتوم وهو يميلها على عليه قال يا رسول الله والله لو أستطيع الجاد لجهت وكان عام فنزلت غير أولي الضرر وهذه فيها رحمة الله بالمؤمنين بأن الله جعل الأهل العظاري رخصة وعزرا لكن عمر بن الجموح وهو من أهل الرخص قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له إن الله أنزل رخصتك فلا عليك أن تقاتل قال والذي نفسي بيدي لا أدخلن الجنة بعرجتي هذه رضي الله عنك آيات الصفة رضي الله عنك زادك الله حرصا حاضر أسمراء أنا أعتذر جدا على تأخيري أعتذر إن شاء الله يكون الأمر قبل يعني قبل الساعة العشرية بإذنها قوله في الباب عن ابن عباس أخرجه البخاري وأخرجه التنذي في التفسير وحد الجابر فأخرجه مسلم عند عنهم قال ما كنا مع النساء في غزات بالمدينة قال فقال إن بالمدينة إلى رجال ما سيتوا مسيرا وقطعتوا مدين إلا كانوا معكم حبساهم العذر إلا شرقوكم في الأجل قالوا وهم في المدينة قالوا وهم في المدينة حبساهم العذر قال باب ما جاء باب ما جاء في من خرج في الغز وطلق أبوي قال مصنف رحمة الله تعالى حدثنا محمد البشار بن دار كما تعلمون بن دار قال حدثنا أحياء بن سعيد قطن عن سوفيان الثوري وشعبة شعبة من المؤمنين في الحديث وسوفيان أيضا من المؤمنين في الحديث عن الحديد بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر قال جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يستازنوا في الجهاد فقال ألك والدان قال نعم قال فيه ما في جهد فقال فيها دلالة واضح جدا على 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 فضل بر الوالدين فبر الوالدين من أعظم التعاط لأن الله قرنهما بالتوحيد قال وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين أحسانا وقال الله في علاه وإن جهدك على أن تشك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة فالجهاد في سبيل الله من أفضل التعاط وبر الوالدين يقدم عليه وهنا نفس المقال فيهما فجاهد كان الجهاد جهاد فرض كان الجهاد جهاد نافلة ليس جهاد فرض عين وفرض العين يكون بالنفير من وليه الأمر وتحت رأيت وليه الأمر وهو فرض كفاية كما قال الله تعالى فلا نفرم كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين ولينذيروا قاموا إذا رجعوا إليهم فبر الوالدين من أصلح الصالحات وأطيب الطائبات ولذلك قال الله قال النجو سلام ألك والدان قال نعم قال ففيهما فجاهت في الروحة الأخرى قال إني تركتوهما يبكيان قال أرجع فأطحكهما كما أبكيتهما قال أرجع فأطحكهما كما أبكيتهما ومن طريق معايا بن جاهمة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله أردت الغزو واجئت لأستشيرك فقال هل لك من أم قال نعم قال لزمها وفي الروحة الباهاقي من طريق النجواج عن محمد مطلح ابن ركانة عن معايا بن جاهمة السلمي عن أبي قال أتيت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستأذنه في الجهاد فذكره قال فيهما فجاهت فرجع إلى ورديك فأحسن صحبتهما قال الطيبي في هذا الباب متعلق الأمر بفاء الأولى جزاء شرط محزوف والثانية جزائية للتضمن الكلام معنى الشرط أي إذا كان الأمر كما قلت يعني لك أم فاختص بالجهاد مع أمك في بر أمك في خدمة الوالدين ولذلك قال ففيهما فجاهت لا لا بعد العشاء أما مصعب رأيتك تقول للإخوة وأيضا المشرفون هنا في الصفحة إن الدرس سيكون بعد العشاء إن شاء الله إما يكون بعد محاضرة الجمعة لأن محاضرة الجمعة اليوم فيها الليلة سنن مسند الأحمد أو بعد يكون بعد بعد محاضرة الجمعة يكون درس أصول السلف مش هيكون العصر عندي صفر فبر الوالدين من أفضل الطعاط وهذا الحديث خرج البخاري وأبو داود والنسائي والسائب هو السائب من فاروخ ثقة من الثالث المهم الحمد الله الأخوة على حرص في الطلب وهذا فضل باب ما جاء فيه الرجل يبعث وحده سرية قال المصنف الحمد حدثنا الحجاج بن محمد حدثنا بن جراج في قولي تعالى أطيع الله وأطيع الرسول وللأمر منكم قال عبد الله بن حذاف بن قيس بن عدي السهمي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية أخبرنيه يعلى ابن مسلم عن سعي بن جبير عن عباس قال وعيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن جراج السنن سيكون إن شاء الله بعد العصر سأستقى دكتور تم بعد العصر سيكون السنن بإذن الله هنا عندما قال باب الرجل يبعث وحده في سرية هذه عن الكلام على عبد الله كان أميرا على السرية أصلا ما كان وحده ومحمد نحي هنا في الإسناد ومحمد نحي الزهلي وعبد الله من حزاف المقاييس السهمي بعثه من السهم على سرية قال يعني يعني كانت سرية وأمر عليها عبد الله من حزاف هو الذي قال لهم ادخلوا النار قال ألم يقل لكم رسول الله صلى الله نعم كان يتغيب جدا المصالح فأين هو الأحمدي أين هو لابد يعاتب على هذا الغياب هذا مدن فهنا أنزل الله جل الفعلاء يا الذين أمن أطيع الله أطيع الرسول وأوجب الأمر منكم كما قلت عبد الله من حزاف يعني أوجب طاعته الله جل الفعلاء لأنه بأمر من ولي الأمر فوكيل ولي الأمر ينزل منزلته كما أن الشر أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور فإذن إذن من ولاه ولي الأمر على أمر فأيضا لابد من السماع والطاعة له طبعا سماع والطاعة له في طاعة الله ولا سماع على طاعة في معص substantialه فهو يعني أمرهم عبد الله من حزاف أن يشعلوا نارا فأمرهم بالدخول فيها فبعضهم قال ندخل لأن النبي أمرنا بالسمع والطاعة له فبعضهم قال والله ما ما أسلمنا إلا للأخش من النار أندخل النار بعد ما أسلمنا رادي الله عنكم أحباكم الله فقال النبي والله لو دخلوها ما خرجوا منها والله لو دخلوها ما خرجوا منها وقد اختلف والله سواء عبد الله بن حزافة في هذا التأمير أو غيره سواء هو أو غيره لكن الكلام هنا في قوله تعالى أطيع الله و أطيع الرسول وأولي الأمر منكم بأنه يجب طاعة ولاة الأمور دينا لكن هل تجب طاعتهم طاعة مطلقة أم هي طاعة مقيدة الصحيح أن طاعتهم طاعة مقيدة وليست مطلقة كما قال أبو بكر أطيعوني ما أطاعت الله فيكم الآن أيضا الفوائد المستمتة طاعة ولي الأمر واجبة من الله ورسوله لكنها مقيدة بطاعة الله ورسوله من رحمة الله أن جعل الرخصة لأهل العظار الجهاد فرض كفاية ولا ينقلب إلى فرض عينه إلا بنفير ولي الأمر أو بهجوم أهل الكفر على أهل الإسلام ولشيخنا همتون عالت الثرية فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همتون عالت الثرية فنالت من فنون الدين ريا فدافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلفين نقيا وتلك عقيدة السلفين نقيا فأخلص لي تربي وبارك على شيخي النبي للغلق والضاحى المحيا